السلام عليكم والله يسعد أوقاتكم باعتبار أنه اليوم هو آخر يوم من أيام 2021 بتمنى أنكم تكونوا مريتوا بالسنة كانت مليئة بالأيام الحلوة باللحظات الممتعة وإذا واجهتكم أيام عصيبة وصعبة بتمنى أنكم تكونوا قدرتوا تتجاوزوها وتتخطوها وبتمنى أنه سنة الـ 22 تكون أحلى وأفضل من الـ 21 وتكون مليئة بالإنجازات والنجاح خلينا نجعل ختام 2021 مسك ونحكي عن موضوع بغاية الأهمية ألا وهو كلمات السر بفيديو اليوم رح نشوف برنامج هو عبارة عن مدير لكلمات السر اللي أنا شخصيا باستخدمه من سنة ونص سنتين ومعد تستخدمت أي واحد تاني بديل لأنه هذا البرنامج بيلبي كافة احتياجاتي بالرقم واحد والرقم اثنين واللي هو أهم أنه هذا البرنامج بيحفظ كلمات السر بشكل لوكل على جهازي ومالها موجودة بالسحابة هلا ما في شي غلط مع أنك تكون عمالك تستخدم مدير كلمات السر بيحفظ بياناتك والداتابيس بالكلاود بس أنت بهذه الحالة بتكون عمالك تعتمد على معايير الأمان اللي الخدمة أو البرنامج المدير اللي عمالك تستخدمه عاملها لحتى يحمي بياناتك فإذا لا سمح الله صار أي اختراق لبيانات أو قاعدة بيانات البرنامج اللي انت عمالك تستخدمه بالسحابة فممكن أنه يكونوا أنه الهاكر ياخد كلماتك هلا كل المزودين المزودين الباسورد مانيجر في عندهم نوع من الانكريبشن أو التشفير بس كمان انت عمالك تكون معتمد على مصداقية الباسورد مانيجر والشركة اللي انت عمالك تستخدم الخدمة عن طريقها في حين أنه البرنامج اللي رح نشوفه اليوم كل البيانات موجودة على جهازك فكلمات السر اللي عندك آمنة ليش؟ لأنه انت متحكم فيها وما في أي شخص ثالث أي شخص ثاني طرف ثالث بيوصل لهذه الكلمات البرنامج بمساطة اسمه الكيباس اكسي البرنامج متوافر على كافة أنظمة التشغيل متوافر على لينوكس متوافر على ويندوز متوافر على ماك متوافر على اندرويد ومتوافر على ايو اس ايفون بالنسبة لتحميل البرنامج فهو بغاية البساطة إذا انت كنت على ويندوز أو على ماك فكل ما عليك انك تزاوي انك تروح لموقع البرنامج اللي هو keypassxc.org ورح نشوف انه في عندي روابط للماج في عندي روابط للماج وفي عندي السورس كود الشفر المصدرية إذا كنت بدك تعمل عملية بناء بنفسك وفي شرح كيف بحصل على لينوكس بالنسبة للي نوكس فالموضوع كمان بغاية البساطة لانه بنفس هذا الموقع راح شوف انه بيشرح لي كيف ممكن ان يعظمه على التوزيعات المختلفة سواء كنت على وبونتو فهو بو من دي البرنامج موجود بالمتجر الرسمي على الارتش موجود بالمتجر الرسمي على الفيدورا أوبن سوزا ديبيان جين تو على الريد هات فالبرنامج موجود ممكن أنك تنصبه عن طريق الترمينال أو إذا كانت بتستخدم أي أب سنتر ممكن أنك تنزله هاد بالنسبة للكمبيوتر أما في حال كنا على أندرويد فأنا بنصح أنك تثبته عن طريق برنامج الافدرويد الافدرويد للي ما بيعرف منكم هو عبارة عن مستودع لكافة البرامج الليبري اللي أنا شخصيا حاولت أني استعيد عن كافة تطبيقات أندرويد اللي بتجي من الجهاز اللي أنا عليه ونزلت بدائل عنها باستخدام الافدرويد للأسف حاولت اليوم أني حاولت أني سجل شاشة للبرنامج شاشة التليفون بس مو للأسف اللي عاملينه خلينا ننشي إلى الافدرويد هاد موقع الافدرويد للي ما بيعرفه طبعا هاد الموقع أنا اللي بديها أني نزل برنامج الافدرويد ونزله على جوالي كأي برنامج تاني فمجرد أني قل له داونلود اافدرويد وبينزلي ملف APK وبنزله وبنزله مثل أي برنامج تاني بالنسبة للأندرويد فاسم البرنامج هو KeyPassDX وليس XC طبعا هاد البرنامج متوافق تماما مع الدياتابيس اللي راح نساويها اليوم على KeyPassXC أنا ما قدرت أني سجل الشاشة لأنه برنامج الkeypassDX معمول إلى طريقة حماية أنه ما بيسمح لك تعمل screen capture أو screenshot طبعا هاد دوع من أنواع الحماية لحتى ما حدا يقدر أنه يشوف شاشتك وانت فاتح الدياتابيس الخاصة فيك بس مجرد أنك تنزله راح نشوف هون أنه طبعا عن طريق هذا البرنامج وهون ممكن أنك تفتح الدياتابيس أنت عاملها اللي راح نساوي اليوم وممكن أنك تنشئ قاعدة بيانات جديدة طبعا أول ما أفتح البرنامج لأول مرة راح شوف أنه في عندي عدة خيارات ممكن أني انشئ قاعدة بيانات جديدة ممكن إذا في عندي قاعدة بيانات أنا عاملها من قبل أني افتحها ممكن أني استورد البيانات أو قاعدة بيانات من key pass النسخة الإصدار الأول وهو ما في داعي أني استخدمه بس اللي استخدمته ووقتي اللي نقلت لأستخدم هذا البرنامج هو import from one password لأنه أنا بالبداية كنت أستخدم الone password طبعا هذا ما اعتمد على السحابة أو إذا أنت من ضمن الone password أو أي برنامج تاني أي مدير كلمات سر تانية ممكن أنك تعمل عملية تصدير للداتابيز لملف csv فممكن أنك تستورد الداتابيز اللي انت كاتبها بصيغة csv باستخدام الimport خلينا نجي مع إنشاء قاعدة بيانات جديدة أول شي رح نعطيها اسم رح نروح مع ال default بعدها رح نعطيها وصف لنقوم نقوم بـ new database بتقول له continue هلا هون تختار إنه هاي الـ database اللي انت عملتها كل قديش أو كل ايمتا لازم إنه يقفلها فهو آخذ بشكل أوتوماتيكي ثاني واحدة رح نخليها ثاني واحدة بالنسبة للـ format ما رح نغير فيه أي شيء وبالنسبة للأدفانس سيتنكس كمان ما رح نعمل فيها اي شي ما نروح للكونتينيو وهلا رح يطلب مني اني حط ماستر باسورد هاي الكلمة الوحيدة اللي انت لازم انك تذكرها ويفضل انها تكون قوية جدا لحتى ما حدا يقدر انه يوصلها طبعا ما رح قللك انه بهاي الباسورد انك تحط ارقام واحرف وعلامات خاصة واشارة الاسلاش والنشمة ومن هالامور لا بس حط كلمة انك تكون قادر انك تذكرها وقوية بمقدار كافي ولا تكون اي كلمة من الكلمات اللي بتستخدمها بمواقعك هلا انا رح حط اي كلمة طبعا هاي الاتابيس اللي عمالي اعملها بس للتجربة فما بيهم اسا كانت كلمة قوية او لا بعدين منقل له done بعدين رح يسألني انه وين بدي احفظ هاي الاتابيس يفضل انك تحفظها بمكان امن على كوميوترك لا تحطها بالمستندات لا تحطها بالهم حطها بمكان تعرف انه ما حدا رح يوصل له وفي حال انت على النيونكس تذكر اي ملف متحط قبله النقطة فهو ملف مخفي فانا رح خليها done password ورح خليها بالهم تيركتوري بس لانه هي الاتابيس انا ما بدي اياها هلا رح قل له save وهلا انشأ لي الاتابيس هلا هون بشوف انه انا ممكن اني ضيف انتري جديد ممكن اني اعمل اعمل ملف جديد او اضافة جديدة ادخال جديد اللي بديها رح نقل له new entry وهون رح يطلب منك انك تعطيها اسم لنقول انا بدي اعمل password للجوجل لحسابي على الجوجل فنقول رح نسميها جوجل بعدين بتحط اسم المستخدم الخاص فيك منحط اي شي google user بالنسبة لخانة كلمة السر انت إذا عندك كلمة سر موجودة already ممكن انك تعمل copy paste وتحطها هون اذا انت عملك تعمل اكاونت جديد حساب جديد فممكن انك تعمل عملية انشاء generate لكلمة جديدة ايو منيجي للزر الموجود لايقونة حجر النرت اللي موجودة هون فبضغط عليها وهلا هون بختار قديش بدي كلمة السر تكون قوتها فمسلا انا شايف هون بشكل افتراضي ااخد انه يكون في عندي 20 character 20 حرف ممكن اني اعملها هي خلينا نفتحها هون ما في اي مشاكل طبعا اذا بدك تخفيها او اذا بدنا نشوفها راح شوف انه بهاي الكلمة باعتبار انه تحت انا محدد خيار انه يعمل لياها احرف capital واحرف small وارقان و special characters فبشوف انه الكلمة اللي انشأ لياها فيها الـ underscore فيها الـ hash فيها capital فيها lowercase فيها الـ من كل الاحرف اللي بدي اياها وبشوف انه في لها مقدار قوة معين شوف انه الـ password quality excellent اذا ما عجبتني هاي الكلمة ممكن اني انشأ واحدة جديدة فمسلا هاي بشوف انه صارت اقوى كمان راح حتى اختار الكلمة اللي بدي اياها طبعا هلأ هاي الكلمة انت ما في داعي انك تحفظها انك تذكرها لانه نحنا راح نحفظها ضمن الـ database فهلأ انا بقول له apply الـ password بعدين ممكن اني اعطي الرابط للموقع اللي انا عمالي انشئ كلمة السر عليه وممكن اني حط لها تاريخ انتهاء صلاحية بحيث انه كل فترة والتانية برجع بجدد هاي الكلمة هلأ انا ما راح حط لها اي تاريخ صلاحية وبعدين بقول له اوكي هلأ صارت هاي الـ entry موجودة من ميزات هذا البرنامج انه فيه له اضافة للمنتصفح اللي انت بتستخدمه فهلأ انا ازيد ازا اجي للإعدادات راح نيجي للـ browser integration من قل له enable وبشوف انه موجود عندي اغلب المتصفحات المشهورة موجود عندي الخروم الكروميوم الفايرفوكس بيفالدي البريف فانا بس بفعل الخيار المتصفح اللي بدي استخدمه وبقول له اوكي وبعدين بالاعتماد على المتصفح العمالي استخدمه بنزل الاضافة اما للفايرفوكس او للكروميوم وبصير اه بدل ما اني افتح البرنامج وانسخ الكلمة من طريق عن طريق المتصفح مباشرة من الاضافة بنسخ الكلمة وبحطها او بيعمل لي عملية اكمال تلقائي اذا انت بتك تستخدم الاضافة مع المتصفح لازم يكون البرنامج مفتوح لازم انك تكون فاتحه لحتى تشتغل اضافة المتصفح هلا بعدين من اقول له اوكي وهلا هاي الكلمة او الاتابيز راح تنحفظ بمكان معين خليني افتح الاتابيز اللي موجودة عندي انا هلا اكيد انا هون خافي او عامل ضبابية وغباشة على كل اللي موجودة عندي ما بدي حدا يشوف شو كلمات السر الموجودة عندي بس هاي كل المواقع اللي انا بستخدمها كلها محطوط عليها كلمات سر موجودة ضمن هاي الاتابيز هلا كيف بدي انقل هاي الاتابيز للجوال لحتى اقدر استخدمها على الجوال اللي بيجي هلا انا راح اعمل تسجيل للجوال هلا كيف بدي اوصل لهاي لقاعدة البيانات هاي اللي انشأتها هون وافتحها عن طريق البرنامج اللي حكينا عنه اللي هو كي باس دي اكس فلازم اني انقل هاي الاتابيز قاعدة البيانات للجوال انت كيف بتنقلها هاد الموضوع راجع لك ممكن انك تحفظها على الجوجل درايف ممكن انك تحفظها على دروب بوكس على على الوان درايف باي شكل او انك عن طريق كابل الجوال تنقلها على البلوتوث بالطريقة اللي بديك اياها هلا انا راح وارجيكم كيف الطريقة اللي انا بستخدمها لحتى انقل بياناتي لانه كمان انا ما بستخدم الخدمات السحابية هلا انا بالنسبة الي عامل على الشبكة اللي عندي ممكن اني اوصل لبيانات جوالي او لبيانات الكمبيوتر من الجوال مباشرة فانا بيجي لبرنامجي انا بستخدم برنامج برنامج مدير ملفات عادي وعامل كشبكة فبيجي مثل ما اللي شايف لقاعدة البيانات بيجي لا انا هلأ هون موجود على ملفات الكمبيوتر وليس ملفات الجوال فهلأ انا هون كلمة السر او الدياتابيس حاطتها بالدوت كونفيج فانا هاي الكلمة كمان ممكن اني نسميها الديتيلز فبنسخها من هون وهلأ بيجي لجوالي بيجي للمساحة الداخلية ممكن اني حطها بالداونلو ممكن اني حطها بالمساحة الداخلية بحطها مثلا نقول بالداكمنت انا شايف انه هون حافظها فما رح ارجع اعمل هاي العملية وبعدها بفتح البرنامج اللي شفناه من شوي بعدها بفتح برنامج الكي باس دي اكس وعن طريق هاد البرنامج رح لاقي خيار اني استورد الدياتابيس بستورد هاي الدياتابيس وجمالية برنامج الكي باس دي اكس انه انت جوالك اذا كان في ميزة الامان البيومتريك مثلا سواء بالبصمة او بالوج ممكن انك تفتح قاعدة البيانات باستخدام هاي الميزة طبعا وقت اللي رح تفتح هاي القاعدة البيانات لازم تحط كلمة الثرق اللي حطيناها بالخطوة الاولى اول ما انشأنا قاعدة البيانات وبهي الطريقة بيصير ممكن انك كلمة عملت مثلا انتري جديدة بالقاعدة البيانات اللي موجودة على كمبيوترك ترجع تنسخ الملف للجوال وبهي الطريقة معرف انه ممكن انها تكون مربكة لبعض الناس بس احسن ما انك تكون معتمد على الخدمات السحابية ومعتمد على الامان اللي بتقدمه الشركة اللي انت عمالك تستخدمها انا بالنسبة الي بفضل انه تكون الكلمة او الداتابيس قاعدة البيانات محفوظة عندي على جهازي وما في اي شخص ممكن انه يوصل لها ومثل ما حكيت انا حاطتها بمكان هلأ اللي شفنا اليوم هو مجرد نسال انا اكيد مالي حاطتها لا هي لا اسمها باسفورد وكلمة السر مالها سهلة بس مثل ما حكيت يعني هاي الفكرة انه انا ما بدي انه اي شخص يكون في عنده اطلاع او وصول لقاعدة البيانات اللي عندي بنهاية الفيديو بتمنى انه يكون عجبكن بتمنى انه يكون لحد انه ما يكون في لحد اليوم في ناس بتستخدم كلمة السر نفسها لكل المواقع اللي بتزورها بتمنى انكم تكونوا عمالكم تستخدموا باسفورد مانجر سواء كان الكيباس اكسي او اي برنامج داني بس بالنسبة لي شخصيا بفضل انه يكون اوفلاين وما يكون اونلاين ولا تنسوا اذا اعجبكن الفيديو انه تضغطوا زر الاعجاب لا تنسوا مشاركة المحتوى مع اصدقائكم واصحابكم بالنسبة لغير المشتركين لا تنسوا الاشتراك بالقناة بتمنى لكم 2022 يكون مليء بالخير والسعادة بلتقي فيكن بالفيديو الجاي وبأمان الله